يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العمل مقرر لعقدها الأحد المقبل تقرير لجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة شؤون الدستورية والتشرعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء وتصالح فيها وعلى مدار ثلاثة أيام شهدت اجتماعات اللجنة المشتركة مناقشات مصطفيدة بين أعضاء المجلس وممثل الحكومة للخروج بتشريع يحقق الاستدامة في نطاق التنمية العمرانية ويتماشى مع أحكام الدستور والقانون وكذلك رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء